اشتركوا في القناة للتنزاني بعدما كان جاء منه الحقيقة للنادي الاهلي وقلت لحضراتكم من بارح ان النهاردة هنقدم لحضراتكم تأرير عن الصحافة التنزانية وماذا تقول الصحافة عفوا الصحافة التنزانية عن هذه المباراة وعن النادي الاهلي وازاي بيبقى فيه او دائما ما يكون النادي الاهلي له الاهتمام الاجبر في كل الصحف ولكن لما يكون عندك مباراة امام احد الفرق التنزانية الحقيقة فيكون الاهتمام الكبير من هذه الصحف كبير افريقيا بالنادي الاهلي ولكن الحقيقة الموضوع اكبر مما تتخيله الناس كتير هناك او التنزانيين مهتمين جدا جدا بهذه المباراة والموضوع وصل مع نادي سيمبا مش عايز اقول لحضراتكم ان هو عامل حملات ترويجية في المدن والشوارع علشان يحشد العدد كبير من الجماهير اللي في ملعب بن يمين مكابا لحضور المباراة وصلت انها بتعمل بنارات وملصقات على العربيات والمباني والدرجات النارية والتكاتك اللي موجودة هناك عشان مباراة النادي الاهلي الكل بيحاول تحفيز الجمهور للتواجد في مباراة النادي الاهلي انا بس بوري حضراتكم ايه الحالة عاملة ازاي علشان تبقوا حضراتكم عارفين ان انت مش راح تلعب مباراة هتروح تكسب واحد ولا اتنين وترجع تاني ما فيش حاجة اسمها كده افريقيا اصبحت فرق قوية جدا جدا وتنزانيا او سيمبا التنزاني واحد من الفرق الكبيرة والمرشحة واللي دايما دايما بنساعد ان هي تبقى يعني او عايزة دايما تاخد بطولة خلال الفترة اللي جاي ومعاهم مستثمرين خلال هذه الفترة